الخبر أول الذي عادنا عن مصطفى ريدر ورد الناري على ستوريات ياسو فريدر يا حبايب نزد المقطع على قناته اليوتيوب هذا المقطع أول شيء رد به على ستوريات مالي ياسو طبعا نحطوكم هنا بطمقاطع بالوصف الكل اللي رح يشوفه لشوية طويل ولكن يا حبايب المعطة مجرد رد وانه ما كيشف به هواي حقائق وفضايح فعزب ما هو قال بالمقطع يا حبايب انه ياسو تيكيت كان سبب خروجها من فريق ففنابولي هو الخيانة ولهو الأغلب كان سبب خروج ياسو من فريق ففنابولي بالماضي من طلعت طلع الموضوع خيانة طبعا نتحسس مجردون يا حبايب بريدر كيشف حقيقة انه ياسو ويسام تيكيت كان هناك علاقة حبيناتهم وهو الاكس مالتها وشوفوا هذه اللقظة وهم ذا بوتش وذاك خانيتش وهاي مدري شويت ليش فلنها يقول يا حبايب انه ويسام تيكيت هو خاني ياسو في الهذهي طلعت من الفريق وهذا الشيء اللي صار بالماضي وشي الحلو بريدر انه هو سوى المقطع بدون ما يفعل عليه الأرباح وبدون ما يسيئ ياسو بأي كلمة واحدة يا حبايب بالعكس دعاه لها بالخير فالكل يروح يشوف المقطع مالتها ننتقل حاليا السارة تيوب والمقطع اللي نزلت الصراحة كان كلش صدمة ومقطع كلش حزين في الأشخاص شوية قربهم حساسة انصحهم ما يشوفون المقطع يكون نحطكم رابط مقطع بالوصف اللي حاب انه يشوفه مقطع كلش مهم ننتقل حاليا بيسان تيكيت وليش صارت تيبشي فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات نوعا ما تشد تيبشي بيها أو حط فلتر شعن عيونها بحمر ونوعا ما قادة تيبشي ووضح انه هي مضايقة فلن المتابعين صاروا يتوقعون انه هي مضايقة يمكن لانه يسم تيكيت وياسو حان يراجعين للبعض فمادر صراح كنتم نحبه بلكومتات تتوقعون هذا الموضوع صح او لا وروح حاليا لمتابعين يارا مار وتهجمهم على النور مار ليش هم صين عصبي ينسون الحملات على النور مار اسوى ابنه هذو متابعين صارقون القناة يارا هي حاليا مسلوقة اللي هي قناة الاساسية ويطالبون ان نور مار يرجع لها ما يبقيها هيج فالصراحة ما ما ادرك تبعوني يا حباب بلكومتات هل يستحقل نور مار هل تهجمت على رضلة او لا روح حاليا لياسو ومرضها فياسو يا حباب نزلت على حسبها بالانستغرام شوية ستوريات شاهدة ستوريات تقول بها انه هي مريضة بس ابنه هي صارة لما نتنام زادت حط نامعة تبريد يعني فنعطيكم الاسسوريات شوفوها والله الواحد بهيك شوعة جدا بيحتار ما منشغل مكيف منموت من الشوب منشغل مكيف منه مرات يعني حرفي عن عاشر دائر شغلت انتم مكيف اه حل ايو 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 حتى صوت اتبير اوكي ونخدم اخر شيء بمحمد جواني وفضيح تل بيسان اسماعي فمحمد جواني زعل حسبه بالانستغرام شوية ستوريات وبهذه السوريات بتتندموا على الشيء عملتو بس نزل ستوري قول انا تندمت على كثير اشياء فتوقع يا حباب ان محمد جواني ممكن يحكي انه هو ندمان على انه تعرف عن بيسان وشهرها خلنا نتظر الى السوريات ونعرف الجواب وصلوا يا حباب انه وصلت المقطعات من مقطع اجابكم لا تنسوا المقطع ريدر بالوصف ومقطع بيسار بالوصف شوفوا المقطعين يا حبايب وفجرهم وفجروا هذو مقطع باللاكات وبس شاناكو فايزين وقاتل القصص مع السلامة يوم اختم المقطع يا حبايب مقطع باتشر ممكن ازوي زلزال باليوتيوب فانتظروا مقطع باتشر ممكن مؤكد اشتركوا في القناة